اشتركوا في القناة محافظة القاهرة موضع معنا صفحة سبعة وتسعين كتاب الامتحان اول سؤال اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين في الشكل المقابل بندول بدأ حركته من النقطة ايه اللي هي دي قدامي ويهتز حول موضع سكونه اللي هو بي يبقى عندي بي عبارة موضع السكون فتكون اقصى ازاحة يحدثها احنا دلوقتي عايزين نجيب مين هنجيب اللي هي اقصى ازاحة اقصى ازاحة اللي هي معناه ايه اللي هي معناها ساعة الاهتزازة طب يعني ايه ساعة الاهتزازة والله ساعة الاهتزازة معناها اقصى ازاحة هيحدثها الجسم المهتز بعيدا عن موضع سكونه بعيدا عن ايه موضع سكونه الله ينور في موضع سكون اللي هو بي quienes هو قدامي فهنا لو هو من ديني بي ايه هنختارها لو هو من ديني بي دي هنختارها لو هو من ديني بي سي هنختارها لو هو من ديني بي ايه هنختارها اللي هي من هنا لهنا اه اي حاجة من دولة هنختارها بس طبعا هنبدأ بالترتيب كده يعني نبدأ بمين هنبدأ بالبي واللي هو الاي على اساس ان هي دات ايه اقصى ازاح زي ما احنا شايفين فعندي هنا تقولي إيه إيه هل ده موضع السكون وإيه فين الإيه إيه يعني من هنا هكده ده موضع السكون 없어 طبعا غلط عند وصوله النقطة إيه عند وصوله منين هو هنا بدأ للحركة بتاعته يبال ليصل الحد هنا برضه غلط عند وصوله النقطة سي من أول هنا لحد السي برضه غلط من بي للدي قد البي ودي الددي اللي هو الجزء ده كده تمام فإذا ده بالنسبة لنا هنختار دي على أساس أن ده بداية مين موضع السكون بتاعي وده أقصى أي إزاحة لو هو قولنا كلمة دينة اللي هو بي إي دل إي بي و إي قلنا إيه اخترنا في شكل مقابل راديو يرسل مواجهات صوتية ماذا تمثل المسافة بين ألف بي ألف و بي يطار دي عبارة عن إيه يطار دي عبارة عن إيه و هنا بقول إيه الراديو يرسل مواجهات صوتية مواجهات مين صوتية طيب الصوت بتاع الراديو مش هو صوت أصلا دي عبارة عن مواجهات إيه مواجهات ميكانيكية يعني تتكون من إيه تتكون من تضغطات و تخلقلات يبقى عندي عبارة عن مواجهات ميكانيكية طولية تتكون من تضغطات و تخلقلات يبقى عندي هنا المسافة بين الموطتين اللي هو ميدهم لعليهم دي الاتنوية طرق إيه تردد ولا ساعة موجه ولا سرعة ولا طول الموجي طبعا ده بيعبر عمين عن الطول الموجي لان النوتوتين بتحركوا بنفس الكيفية زي ما احنا شايفين احنا عندنا زي ما احنا عارفين ده مصدر الصوت عندها اللي هو الراديو عنده بيعمل اللي هي اه زي ما احنا شايفين كده اللي هي موجات من التضاوطات ثم تخلخلات وبعدين تضاوطات وبعدين تخلخلات ايه بالترتيب كده فانا عندي هنا النوتوتين دول زي بعض يعني ده انا افترض ان ده تضاوط وده تضاوط يبقى المسافة بينهم لاتنين كده عبارة عن مين عبارة عن اللواء اللام أو بسمية طول الموجي كل من ميالي من العوامل التي تتوقف عليها شدة الصوت عادة يعني فيه واحدة غلط يا طرى أول حاجة عندنا كسفت الوسط طبعا ده يزيد ده يزيد معي التجاية الرياح لما يكون عند شدة الصوت فيه نفس التجاية الرياح هيقدر مين إلى زيادة شدة الصوت عندنا ساعة الاهتزازة برده فيه علاقة برده اقترضية بين شدة الصوت ولواء مربع ساعة ايه الاهتزازة جلد الإنسان من الأوساط المادية الجلد بتاع الإنسان يطرى شفافة هل بقدر أشوف الدم بتاعه والشريم والأوردة طبعا لا معتمة ولا شب شفافة هنختار مين هنختار طبعا ايه المعتمة عشان ما نقرش نشوف اي حاجة من جوه الجسم إذا كانت النسبة بين سرعتين موجتين متساويتين فين في التردو دي بالتردو دي عندي ايه متساوي هي اتنين إلى اربعة فإن النسبة بين الطور الموجي للموجتين هي يطرى كم من دولت احنا عارفين طبعا ان عين احنا عارفين ان عين بتساوي تفلان هنا قال ايه الموجتين متساويتين فين فيه اللي هو ايه الوقت هنا عشان نجيب اللي جاب المطال بساطة هعمل ايه هبسط اللي هي الأرقام اللي هي قدامة دي يعني هنا على الاثنين فالواحد على الاثنين فالأيه فالأتنين يبقى النسبة تطلع كام واحد الى ايه واحد الى اتنين يبقى النسبة بين الطور الموجي للموجتين اقوله كام واحد الى اتنين إذا قلت المسافة بين مصدر ضوئي وسطح ما إذا قلت خلي بالي فإن شدة للصداقة السطح يا طرق اللي يحصل لها هتزيد ولا تقل ولا تزال سابتة ولا هتضعف هنختار مين هنفكر كده مع بعض طبعا هنختار مين تزداد هنا قال لي إيه كلمة تقل فهنا أقول له إيه تزداد هنا طبعا ما دليش رقم معين إحنا عارفين طبعا العلاقة بين اللي هي المسافة بين مصدر الضوئي والصطح ما وشدة الاصطداقة يكون علاقة إيه علاقة عكسية كل ما تقل المسافة هيزاد معين شدة الاصطداقة والعكس إيه صحيح قارن بين الرقم واحد عندنا الموجات القاهروماناتيسية والموجات الميكانيكية يبقى عندنا أول حاجة كده اللي هي موجات مين اللي هي رقم واحد عندنا اللي هي الموجات الموجات القاهروماناتيسية لما نيجي نعرفها يعني ايه او ايه شروب بتاعتها عشان تنتقل اللي هي موجات ديت طبعا ديت عبارة موجات موجات لا تحتاج الى وسط مادي لانتقالها يعني تقدر تتنقل خلال مين خلال اللي هي ايه الفراغ السرعة بتاعتها سرعتها كبيرة طبعا كبيرة في الفراغ طبعا الرقم ده انا احفظه كويس اللي هي 3 في 10 وس 8 متر كل ثانية ده سرعة مين سرعة الضوء عندنا اللي هي الانواع بتاعتها اللي هي الموجات اللي هي الكهروماناتيسية كلها مستعرضة فقط جميعها مستعرضة فقط ما فيهاش طولية عندنا امثلة كده اللي هي الموجات اللي هي الكهروماناتيسية مناطيسية زي اللي هي موجات الضوء موجات الضوء او موجات الراديو موجات الراديو دي امثلة ايه امثلة عليها الحاجة التانية عندنا اللي هي موجات مين الموجات الميكانيكية عندنا الموجات اللي هي الميكانيكية علشان تتنقل لابد من وجود نين وسط مادي يبقى هنا تحتاج لوسط مادي لانتقالها السرعة بتاعتها احنا قلنا هنا السرعة كبيرة هنا السرعة بتاعتها هتكون اقل منها سرعتها اقل بتصل هنا حوالي هي تلتمية واربعين متر لكل ثانية زي سرعة السوق كده عندنا هنا الانواع بتاعتها عند فيها انواعين عند هنا متى تكون مستعرضة او طولية يبقى فيها مستعرضة وايه وطولية ناخد امثلة كده زي عندنا موجات الصوت وموجات المايا دي امثلة على مين على الموجات ايه الميكانيكية رقم اتنين ظاهرة المنصور وظاهرة البيوتينية من حيثه السبيلات والبيتلات يبقى عندنا المقارنة التانية عندنا الحاجة التانية رقم اتنين اول حاجة عندنا ظاهرة مين ظاهرة المنصور الحاجة التانية عندنا اللي هي ظاهرة البيتونية عندنا اول حاجة واعاوز حاجتين اول حاجة عندنا عاوزها مين اللي هي عدد اللي هي السبيلات فيها او السماسابلات والحاجة التانية اللي هي البتلات او البيتلات فعندنا اول حاجة اللي هي ظاهرة مين ظاهرة المنصور طبعا السبيلات بتاعتها دي هنا تحتوي على اربعة وبيكون منفصلين منفصلة. عند برضك البتلات هنا اربعة برضك منفصلة. اما تانية دي بيكون عبارة عن خمسة بس ملتحمين ملتحمة مع بعضها. عند برضك اللي هي البتلات برضك بيكون كام خمسة ملتحمة مع بعضها. اعلى اللي ما ياتي حدوث ظاهرة الصراب في المناطق الصحراوية في وقت الظاهرة. اللي جاء بقول له. يبقى رقم واحد ده عندنا. رقم واحد. اقول له بحدوث. مجموعة. من الانعكاسات والانقصارات في طبعات الهواء. نتيجة اختلاف درجات الحرارة. رقم اتنين. النباتات التي يتم تلقيحها عن طريق الحشرات تنتج حبوب اللقاح خاشنة. يا ترى ليه? علشان تلتصق بايه? برجل مين? الحشرة. يبقى جسمه يكون عقيما. احنا عارفين طبعا الحيوانات المنوية علشان يتم انتاجها. لازم يكون درجة الحرارة بتاعتها ايه? اقل من درجة حرارة الجسم بدرجتين. وبالتالي هنا لما يكون جوه الجسم هنا اللي هي الخصيتين هيودن مين لرفع درجة الحرارة وبالتالي هنا هي ايه? ما هو تمين اللي هي ايه? الحيوانات المنوية. يبقى هنا. هنقول له اللي جابة كده باختصار لان وجود الخصيتين داخل الجسم يودي الى رفع درجة الحرارة وتحتاج الحيوانات المنوية. لانتاجها. لانتاجها. لانتاجها درجة حرارة اقل من درجة حرارة الجسم. بحوالي درجتين. يعني مثلا لو الجسم درجة حرارة سبعة وثلاثين هي مفروض محتاجة كام بخمسة وثلاثين درجة ايه مقوية. استخرج الكلمة او العبارة غير مناسبة ثم مكتب ما يربط بين باقي الكلمات او العبارات. عندنا حركة البندول. حركة لعبة النحلة. حركة وطر مشدود. حركة زومبرق. يا طرق اللي غلط عندنا هنا. طبعا لعبة مين? لعبة النحلة. طبعا دي حركة دائرية. انما الباقي كل ده عبارة ان هي حركة ايه? اللي هي دورية اهتزازية. يبقى ده? عبارة ان هي حركة دورية اهتزازية. اه ما حاجة اقول كلمة اهتزازية خليبنا. موجة صوت. موجة راديو. موجة اشعة تحت حمراء. موجة ضوء. طبعا اللي غلط عندنا مين? اللي هو موجة مين? موجة الصوت. عشان دي موجات ميكانيكية. والباقي كل ده عبارة مين? عبارة موجات قهرومغناطسية. اقول له موجات قهرومغناطسية. ميسم سوداء قلم مبيض. ايه اللي غلط عندنا هنا? طبعا اللي غلط الو مين? اللي هو السوداء? علشان ده طبعا تطلع. انما الباقي كل اللي قدام ده عبارة ايه? عبارة عن اللي هي القربلة. تركيب مين? القربلة. تركيط تعقيل تلقيح تطعيم. ايه اللي غلط عندنا? اللي هي التلقيح. احنا عارفين طبعا عملية التلقيح معناها انتقال حبوب اللقاح من الموتوك الى ايه? الى الميسم. انما كل اللي موجود قدام الباقي ده عبارة عن مين? عبارة عن اللي هي طرق اللي هي التقاصر الخضري الصناعي. طرق. التقاصر. الخضري. الصناعي. في النبات طبعا. احسب سرعة الضوء في الزجاج. ازا كانت سرعته في الهواء تلاتة في عشر او ستمانية متر كل سانية. ومعامل انقصار المطلق للزجاج واحد ونص. ودلوقتي عوز مين? عوز سرعة الضوء في الهواء ايه? الزجاج. هنكتب القانون بتاعنا الاول كده. هقول له عندنا. سرعة الضوء في الزجاج. بيساوي سرعة الضوء في الهواء. شرط الكسر. سرعة الضوء في الهواء. على معامل الانقصار المطلق. تعال انا عوز كده. عندنا اول حاجة اللي هي مين? سرعة الضوء في في الهواء. زي ما احنا شايفين كام? تلاتة في عشر او ستمانية. يبقى على واحد ونص فقال واحد فقال اتنين. يبقى عند الاتنين هنضربه فين فيه الرقم اللي هو قدام ده. يعني اتنين في عشرة وستمانية. انا هنا بجيب ايه? سرعة خلي بالي. سرعة الضوء. الواحدة بتاعت اسمها ايه? متر لكل ثانية. يبقى يطلع اتنين في عشرة وسكم وستمانية. اذكر اعراض مرض الزهري. اعراض مرض مين? الزهري. برقم جيم عندنا. عاوز اعراض مرض ايه? مرض الزهري. اول حاجة عندنا اللي هو رقم واحد. طفح جلدي. يظهر بلون نحاسي. لون النحاسي يعني. تمام? وده بيكون طبعا لون النحاسي اللي هو الغامق يعني. وده بيظهر على. لا? يظهر. ويظهر. على. زهر. ويد. المريض. ده والحاجة. الحاجة التانية. اللي هي ظهور. قرحة. غير. مؤلمة. على طرف. العضو التناسلي. للزكر. او. في. اعلى. عنق. الرحم. للانسة. او. في. المهبل. كل دهية اماكن. بيظهر فاهمين اللي هي اعراض مين مرض ايه? مرض اللي هو الزهري. في الشكل المقابل. اكتب نوع جنس. كل زهرة من هذه الازهار. طب نشوف كده اول زهرة. عندنا هنا تحتوي على الازدية. على الطلع. والمتاع. معنا كده اول واحدة ديها تزهرة ايه? زهرة خنسة. يبا ديها تزهرة خنسة. الزهرة الزهرة التانية عند هنا بتحتوي على مين? مفاشل لمينة المتاع فقط. وبالتالي ديها تزهرة ايه? اللي هي مؤنسة. الزهرة التالتة بتحتوي على الازدية فقط اللي هو الطلع فقط معنا كده دي الزهرة ايه مذكرة. طبعا دي بيسمها زهرة صناية الجنس. واللي اتنين دول بيسمهم زهرة ايه? وحيدة الجنس. سواء اتنين او ايه او او تلاتة. اي من الازهار السلاس يمكنها تكوين صمار ولماذا? مين اللي تقدر تكون صمرة? والله اللي هيقدر يكون صمرة عندنا اللي هي اللي عندها اللي هي المبيض. مين اللي عندها المبيض? اللي هي رقم واحد اللي هي مين? اللي هي الخنس. عشان عندها المبيض موجودة. ودي كمان عندها المبيض. اللي هي المتاع يعني. تمام? وبالتالي الاتنين دول يقدر يكونوا مين? يكونوا ايه? اللي هي صمرة. يبقوا له رقم كم وكم? واحد 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 واتنين. الاحتواءهم على على مين على اللي هو المبيض في الشكل المقابل مرأتين دي مرأة مستوى اللي هي ب ودي مرأة تانية اللي هي ألف بينهما زاوية قائمة في زاوية قائمة بينهم ساقط شعاع ضوئي على المرأة ألف اللي هو قدامي ده بزاوية سقوط 30 درجة أكمل مصار الشعاع الساقط على المرأة ألف بحيث ينعكس على المرأة يمين به يبقى عاوزين نكمل الشعاع ده هنكمله ازاي بمنطقة البساطة العدد الوقت هنا الشعاع ده ساقط قدامها بزاوية كام بزاوية 30 درجة هينعكس بزاوية كام بردك 30 فهينعكس اليامة التانية ها بالشكل ده بزاوية 30 يبقى هنا زاوية كام 30 درجة حلو بعد كده أنا عندي هنا لو أنا قمت من هنا كده عمود مقام من هنا كده عمود مقام اهو العمود المقام ده معناه الزاوية ده كام بتسعين درجة الزاوية ده بتلاتين احنا عاوزين يجيب الزاوية ده بكام لما اجاب بص كده احنا عارفين ده بيوازي ده الشعاع ده العمود ده بيوازي مين اللي هي المراية ديت وبالتالي هنا في حرف زد عنده في حرف زد الزاوية ده بتلاتين يبقى ده كمان بكام بتلاتين طب دلوقتي لما قمت دي بكلها بتسعين ودي بتلاتين يبقى دي بكام ها بستين يبقى كده زاوية السقوط بالنسبة لنا بكام بستين درجة زاوية جديدة ديت الزاوية جديدة هكبرها برة كده عشان نشوفها أحسن عندنا المرايتين اول مراية قدامنا ها دي المراية الاولانين أفترض تمام ودي المراية التانية عمودية عليها اه بالشكل ده ساقط عندي هنا الاول ده العمود المقام عندي هنا في شوعة ساقط اه بزاوية كام تلاتين درجة يبقى عندي ده عبارا شوعة ساقط والزاوية دي بكام بتلاتين درجة والدي ديت اسمها مراية اللي هي ألف والمراية المستوى التانية اللي هي اللي تحت ديت اسمها ايه اسمها بيه احنا قلنا زاوية السقوط هنا بكام بتلاتين درجة ساعة ما يقبل المراية الاولانين اللي هي ألف هنا ايه اللي هيحصل للشوعة ده هينعكس هينعكس بالشكل ده هينبدأ يرتد وهينعكس في الاتجاه التاني بزاوية انعكاس مقدرة كام تلاتين درجة يبقى هينعكس ها بزاوية كام تلاتين درجة اهم حاجة لاشعille الخليبنا اتجاه الشوعة الزاوية دي بكام بتلاتين درجة هي كمان ليه علشان زاوية السقوط بتساوية زاوية 8 زاوية الانعكاس لو احنا جبنا من النقطة دي كده اللي هي نقطة السقوط دي اقامنا اللي هي العمود المقام اقامنا من هنا عمود مقام احنا دلوقتي عاوزين نعرف الزاوية دي كام هنعرف ازاي انا عند الشوعة ده كده ده بيوز ده فاكده عامل لحرف زد ده طب ده بكم بتلاتين يبدي بكم بتلاتين درجة طب ده اسمه ايه اصلا اسمه عمود مقام يعني الزاوية دي كلها على بعضها بكم بتسعين درجة طب خدنا منها تلاتين يتفضل لي كام يتفضل لي ستين يبدي بكم بستين درجة يبقى كده زاوية السقوط الجديدة بكم بستين هتنعكس في الاتجاه التاني كده بزاوية ببرده كام مقدارة كام ستين او بالشكل ده اه اعمل الشوعة بتاعي وهنا زاوية كام اللي هي ايه ستين ايه ستين درجة يارب يكون فيه منها بدأ هنا اسألنا شوية حاجات قال لي هنا سمعين مقدار اول حاجة زاوية انعكاس الشوعة عن المراية الف زاوية انعكاس زاوية انعكاس الشوعة عن المراية الف فين المراية الف المراية الف قدامي ها دي المراية الف هو انعكس بزاوية كام بتلاتين درجة يبقى كام تلاتين درجة يبقى اول حاجة كده اقول له بتساوي تلاتين درجة رقم بيه او رقم اتنين زاوية سقوط الشوعة على المراية اللي هي بيه هو هنا سقط هنا بزاوية مقدرة كام قدامي ها ستين درجة يبقى له كام ستين درجة رقم تلاتة زاوية انعكاس الشواء عن المرايبة ها طالما سقط بزاوية ستين سقط بزاوية ستين هينعكس بزاوية كام بزاوية ستين بزاوية ستين هي كمان ليه علشان زاوية الصقوب بزاوية زاوية من زاوية الانعكاس تابعا ليه القانون الاول الانعكاس اللي هو ايه? الضوء. يبقى اقول له بيساوي ستين درجة. ايوم هو اكبر طاقت فيتون الضوء الاحمر ام طاقت فيتون اللي هو الضوء البنفسيجي? ولماذا? طبعا الاكبر اللي هو مين اللي هو البنفسيجي? طب ليه? علشان تردد علشان تردد اللي هو الضوء اللي هو البنفسيجي اكبر من تردد مين اللي هو الضوء ايه? الاحمر. يبقى نكتب الاجابة مع بعض كده. يبقى عندنا رقم جيم. اقول له. احنا قلنا طبعا مين اللي اكبر قلنا اللي هو مين اللي هو الضوء اللي هو البنفسيجي التعليل او التفسير اقول له لان تردد الضوء البنفسيجي ماله اكبر من تردد الضوء الاحمر الشكل المقابل يعبر عن الحركة الاهتزازية لثلاثة اجسام سين صادعين هنا مدين هنا عدد الاهتزازات وهنا مدين ايه الزمن بالثواني فبقول لي هنا ايه رتب تردد خلي بالي من كلمة تردد هذه الاجسام تنازلين يعني ايه تنازلين يعني من كبير للصغير يعني نجيب التردد بداع كل واحد فيهم ونشوفه بكام فهنبدأ كده نجيب اللي هو كبير قدامنا كده اللي هو مين اللي هو سين قدامنا كده هنبدأ بأول حاجة عندنا يبقى رقم ده اللي عندنا احنا عارفين طبعا اللي هو التردد القنون بتاعنا نكتبه اللي هو كده التردد بيساوي عدد الاهتزازات الكاملة على الزمن بالثواني هنجيب كده اول حاجة عندنا اللي هو اللي هو الجسم سين ونشوفه بكام سين عندنا ازا ما احنا شايفين عندي هنا كام اهتزازة اربعين على اللي هو كام على عشرين اللي هو الزمن لان احنا ميدون بالثواني اهو يبقى اربعين على عشرين اربعين على كام على عشرين سفر مع السفر اراحهم هيتفضل لأربعة اللي تنفى ايه فالتنين اتنين ايه ننهرتز ده اول حاجة ناخد بعد كده اللي هو مين اللي هو صاد شوفوا بكم كده صاد عندنا خمسة وسبعين على كام على خمستاشر خمسة وسبعين على خمستاشر لما اسمه مع البعض يطلق لي كام فيها الخمسة والوحدة بتاعت ايه ارتز تفضل اللي هو عين يبقى عندي عين بيساوي كام على كام مية وخمسين على كام على عشر مية وخمسين على عشر هيطلق لي كام فيها اللي هي ايه خمستاشر يبقى يطلق فيها كام خمستاشر وحدة ايه ارتز احنا عاوزين نراتب ايه ترتيب تنازلي مين اكبر واحد قدامي اللي هو مين عين زي ما احنا شايفين يبقى عين عندي خمستاشر وبعدين صاد وبعدين ايه سين يعني عين اكبر حاجة وبعد كده اللي هو مين اللي هو صاد وبعد كده اللي حاجة اللي هو مين اللي هو سين عندي اللي هو كام اللي هو باتنين سين عين صاد ايه سين رقم اتنين رتب الزمن الدوري لهذه الاجسام تصععوديا عاوزين مين الزمن الدوري المرة دي بس رتبه ايه تصععودي طب قنوم بتاع الزمن الدوري ايه والله الزمن الدوري طالما احنا جلنا الترادل نعوض به بالقمون ده نستفيد منه فنقول له كده الزمن الدوري بيساوي واحد على التردد هنجيب كده اول حاجة عندنا كده اللي هو مين اللي هو سين عندنا واحد على كم على الاتنين ده اللي هو سين طبعا ثانية نص يعني يعني خمسة من عشر يبقى ده بيساوي خمسة من عشر ثانية ناخد الحاجة التانية كده اللي هو مين صوت واحد علي كم واحد علي خمسة عشان التردد بتاعنا كان خمسة يبقى واحد علي كم علي خمسة لما آسم واحد لما آسم واحد علي خمسة هيطلع معايا اللي هي اتنين من عشر اتنين من عشر ثانية نجيب بعد كده اللي هي عين عين بيساوي واحد عل كم على خمستاشر واحد على كام على خمستاشر هيطلع لي من قسمها بالقل الحسب هيطلع سبعة وستين من الف ثانية احنا دلوقتي عاوزين نعمل الترتيب مين تصعودي خلي بالي يعني اصغر حاجة وبعدين اكبر حاجة طب اقل رقم هنا قدامي مين طبعا سبعة وستين من الف وبعد كده اتنين من عشر وبعد كده اللي هو ايه خمسة من عشر يعني معناك كده عين الاول يبقى الله اول حاجة هابدأ بعين ها عين اقل من اقل منين اقل من صاد اقل منين اقل من ان 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 التردد في الزمن الدوري والواحد الصحيح طب احنا دلوقتي عارفين ان التردد في الزمن الدوري بيسوي كام بيسوي واحد صحيح طب دلوقتي بقول لي هاتلي الفرق بينه وبين الواحد الصحيح يعني واحد ناقص واحد هيطلع لكام هيطلع لسفر هقول لقى تاني احنا عارفين القانون بتاعنا ان التردد في الزمن الدوري بيسوي كام التردد في الزمن الدوري بيسوي كام بيسوي واحد فهنا بقول لي هاتلي ايه هتل الفرق بين اللي هو الناتج اللي عنده ده وبين مين وبين الواحد الصحيح يعني واحد ناقص واحد هيتلع كم هيتلع سفر في الموجة نقط تهتز جزائية الوسط عموديا على اتجاه انتشار الموجة طبعا الموجة مين المستعرضة المستعرضة تزداد درجة الصوت الدرجة والحدة يعني بزادة مين يا ترى بزادة التردد التردد موجة الضوء تتكون من كمات من الطاقة تعرف باسم ايه بسمها اللي هي الفيتونات الفيتونات فيها الشكل المقابل يكون الوسط اتنين من الوسط واحد نبص على الشكل كده الاول انا عندي هنا الشكل زي ما احنا شايفين عندي ده الوسط واحد وده الوسط مين اللي هو الوسط اللي هو ايه اتنين ده واحد وده ايه وده اللي هو اتنين هنا زاوت السقوط بكام بثلاثين درجة وهنا زاوت الانقصار بكام بخمسين درجة معνى كده ان عندي هنا الوسط اللي تحت عندي ده اللي هو طبعا الشوعة زي ما احنا شايفين كده بدأ ايه بدأ عمين عن العمود ايه اللي هو المقام يبير الشوعة المنكسر ابتعد عن العمود المقام انا بمشي مع الاسهم يا جمعة الخرية لنا السهمة جاي من تحت ما يفعش يجي من فوق فنا ماشي مع السهمة هنا كانت زاوية السقوب بكام بتلاتين اصبحت زاوية الانقصار بكام بخمسين يبقى معنى كده ان الشوعة ده انقصره بعد عن مين عن العمود المقام معنى كده عندي هو بيسألني على مين بقى بيسألني يكون الوسط الاثنين بالنسبة الواحد الوسط الاثنين ده ده هيكون ماله طبعا ده هيكون اقل كسافة ضوئية وعند ده اكبر كسافة ضوئية هو بيسألني على مين بيسألني على اثنين فاتنين اقول له ايه اقل ايه كسافة ضوئية اقل يكون الوسط الاثنين اقل كسافة ضوية من مين؟ من واحد تنقسم الضرنات إلى جزر عردي مثل البطاطا وناط مثل البطاطس البطاطس دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ساق بسمها ساق أرضية وساق أرضية اذكر اهمية كل من رقم واحد عندنا اطلع فيها الظهرة يبا رقم واحد عندنا اطلع زي ما احنا عارفين ده عضو التسكير فيه اللي هو الظهرة واللي هو بتكون من مجموعة من اللي هي الاسدية والاسدية بتحتوي على الموتوك والموتوك بينتج مين حبوب مين؟ حبوب اللقاح يبا قوله باختصار كده عضو التسكير في الظهرة وينتج حبوب اللقاح رقم اتنين المنشور السلاسي الزجاجي يا ترى مهمة بتاعته ايه؟ والله المهمة بتاعته اللي هو تحليل اوله تحليل الضوء الابيض الى سبعة الوان تسمى الوان الطيف وهي احمر برتقالي اصفر اغضر ازرق نيلي بنفسي لو احنا مش عارفينه ما نكتبهو مش نكتب بس اول حتة وخلاص رقم تلاتة عندنا الموجات فوق السامعية في المجال الحاربي في المجال مين؟ في المجال ايه؟ في المجال الحاربي طالما مجال الحاربي هنا يبقى استخدمه فين في الكشف عن مين؟ يبقى رقم تلاتة اقول له الكشف عن الالغام الارضية اللي هي بتتحط في الحروب رقم اربعة حمامات العلاج الطبيعي اللي هو الجاكوزي طبعا هنا على حسب نوع المية يبقى رقم اربعة طبعا عندي هنا اللي هو الجاكوزي بيستخدم فيه فك التشنجات فك التشنجات التشنجات اللي هي العصبية العصبية الكلام ده امتى؟ لما بيستخدم مياه ايه؟ مياه باردة وفك اللي هي التشنجات اللي هي العضلية اللي واحنا استخدمنا مياه ايه؟ اللي هي دافئة احسب النسبة بين الزمن الدوري لجسمين مهتزين يبقى عوز مين عوزة الزمن الدوري احنا عارفين طبعا الزمن الدوري بيساوي اللي هو الزمن بالثواني على عدد الاهتزازات الكاملة الاول يحدث تسع اهتزازة كاملة في الثانية طب نقف كده عند الحتة دي كده لما يقول الاول اللي هو جسم الاول يعني يحدث تسع اهتزازة كاملة في الثانية مش ده معنات تردد بتاعه يبقى تيه عند هنا بكم بتسع تسع هرتز والتاني يحدث تلات اهتزازة كاملة في الثانية معناه ان التردد بتاعه بيساوي كام تلاتة هرتز واحنا عاوزيني جيب مين عاوزيني جيب اللي هو الزمن الدوري طب ما احنا عارفين ان الزمن الدوري الزمن الدوري بيساوي واحد على التردد هنجيب كده لجسم الاولاني يبقى الجسم الأول ييبقى 1 على كام 1 على 9 تمام والجسم الثاني هيكون كام 1 على كام 1 على 3 يبقى عندي زمن الدور للجسم الثاني هيش ساو كام 1 على ايه على 3 طبعا ده ثانية ودا ثانية عشان الواحدة بتاعتها اللي هو الزمن الدور اللي هو ايه اللي هو الثانية أعود ذلوقتي النسبة بينهم لاتنين يبقى النسبة لده إيه لا ده؟ يبقى أقول له النسبة بين الجسمين النسبة بين الجسمين بيساوي الأولاني كام؟ اللي هو 1 على 9 9 إيه لا الثاني كام؟ 1 على 3 1 على 3 هنا طبعا هنا عشان أرفح لا بالقالة الحزبة بتاعتي هقل بداية لعلامة مين علامة ضرب أو اشتغل بالقالة الحزبة على طول اللي أعجبكم فهنا ده معناه 1 على 9 وأقلب ديها لضرب واش أقلب ده؟ يبقى 3 على كام؟ 3 على 1 يبقى عندي 1 في 3 بكام؟ بتلاتة و1 في 9 بكام؟ بتسعة 3 على كام؟ 3 على إيه؟ 3 على 9 لما جاء بصتها على الثلاثة فالواحد على الثلاثة فأيه؟ فالثلاثة يعني طلع كام؟ تلت يبقى النسبة بينهم كام اللي هي إيه؟ اللي هي تلت يحسب تردد النغمة الموسيقية المماثلة لتردد النغمة الصادرة عن عجلة صفار طالما هنا قال لي عجلة صفار نكتب القانون بتاعنا الأول كده وبيكلمنا على مين هنا؟ بيكلمنا على اللي هو إيه؟ تردد فعمل تردد بنعمل مربع بتاعنا مستطيل عندنا كده أهو! بنحط فيه أربع حاجات عندنا هنا تاه? اللي هي التردد وعند هنا اللي هي نون وعندنا هنا اللي هي دال لإعداد دورات وعندنا هنا تحت اللي هي زين اللي هو الزمن ودلوقتي عاوز مين؟ عاوز اللي هو تاه؟ تردد فقول له بما إنا تيه. بيساوي. هنضرب الان في بعض. يعني لايه عدد دورات في عدد الاسنان على مين? على الزمن بالسواني. تعال كده نشوف بكام عندنا? فيه كم دور عندنا? قال لي تسعمائة وستين دورة. تسعمائة وستين. فيه? عدد الاسنان كم? عدد الاسنان? تلاتين سن. يبقى فيه تلاتين. على مين? على الزمن عندنا? قال لي هنا كم? كم دقيقة? قال لي دقيقتين. طب دقيقة الواحدة فيها ستين. يبقى ستين زائل ستين بكام بمية وعشين سانية. يعني اسم الكلام ده كله على كام? على مية وعشين ايه? على مية وعشين سانية. يبقى هنا لما اسم دورة مع بعض كده بالقل الحزب بتاعتها تطلع ميتين وارباية. طب انا بجيب هنا ايه? بجيب اللي هو التردد. وحدة ايه? اللي هو ايه? الهيرتز. يا ربكم فهمنا? ما تنسناش من صلاح دعواكم. كان معكم مسترطرة والى اللقاء ان شاء الله في فيديو قادمة. والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.